موسيقى جديد دون الكشف عن الوجهة المقبلة لنجم الخضر والتي اتضحت قبل قليل بعدما شهيدا رياض محرز متواجدا بالمطار الدولي بارشلونة وارتبط اسم أحسن لاعب في الدولة الإنجليزية للموسم الماضي أو ما قبل الماضي بثلاثة أندية يتعلق الأمر بنادي تشلسي الإنجليزية الذي اهتم باللاعب بعد طلب المدرب كونتي تدعيم التشكيلة بجناح آخر كما ارتبط اسمه بنادي بارشلونة وأيضا بنادي أرسنال الإنجليزي مع أخبار المنتخب الوطني دائما بوفد ضم 21 لاعبا نعم شد منتصف نهار اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم شد الرحان نحو العاصمة الزنبية لوزاكا لمواجهة منتخبها المحلي في إطالة تصبيات المونديالي روسيا 2018 الخضر كانوا قد أجروا صابحة اليوم حصة تدربية خفيفة ليتنقلوا بعدها مباشرة إلى مطار هواري بومدين للسفر عبر طائرة خاصة في رحلة تدوم 9 ساعات مع توقف تقني بمدينة جانت وسيترأس وفد المنتخب الوطني في هذه السفرية عامر بهلول لعضو المكتب الفيدرالي هذا وسيخوض أشبال التقنية لأسباني لوكاسا الكراز حصة تدربية واحدة بلوزاكا يوم الجمعة في نفس توقيت المباراة على أن تكون العودة إلى الجزائر يوم السبس في حدود السبع مساء مباشرة نحو مطار رابح بيطات بقسنطينة للاستعداد لخوض مباراة العودة أمام نفس المنتخب يوم الخامس من سبتمبر وفي سياق دائما أكد تقنيه الإسطاني لوكاسا الكراز خلال ندوة الصحفية التي نشطها أمسي أكد أن البقاء في المنافسة يستوجب العودة بالنقاط الثلاث من لوزاكا رغم إقراره بصعوبة المأمورية في ظل الغيابات المسجلة ضمن التعداد نوال بوكتاف حضرت الندوة الصحفية وعادت بهذه التصريحات لأنه ليس لديهم وعادت بهذا المنزل من الجامعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على المترجم من وليست نظام نگز للتنام وبدأ في المنزل س senior أخرج العباد على درستشق ومن ثم ينحق البدوح للتنام أعتقد أن هذا العيو لسهن لا يوجد فقط درستشق وفزبات أكثر من وضع الرسالة المشاكل سننقا هم لكم أيضا كما� قالت أنه نحن شيئا ينمحنا بها لتتاج لنصره ونحن نستعطي يستعطي للناس فأيتم لن هل هناك نعرف جزيز سوف نكون هناك نحن صعدنا يجب أن يقضي وضعنام للنفيديو وبالك شخصي هذا لن يجب أن نحن طلبنا قامات الغدارة ورسيط قومون بإعالي يجب أن طلبنا وضع وجود يجب أن يكون مرة جميع أبداً لجمع البداقات نحن نعلم على جميع عيلاً وقد كنا نعلم على أغوية في المنشق إلى الأحيان وانا توضح أستوت البحر، سيكون سومتاولا أنت لاحقاًً لدينا غادر قفلات شريعه ن Сейчас نعلم أن الكثير من جائدنا ون يسمع بشكل جامله علينا زوجه شريعه الماضي ناماً لدينا جميع الأحرمه لجلء نحن نعتقد جهماً نحن نعمل ذلك ونحن تزيل من جائد أن نشاطنا وينالآخر بشكل Guy لقد أعيش أنه سيكون هناك أمدل أماماً. إنه سيكون هناك أسفل. لن يكون أسفلًاً أسفلًاً أخرى. ولكن كما قال قال، لدينا أيضًا أشياء سيئة. لدينا أفضل لدينا أفضل. لحظة الأمدل أماماً. لدينا نحن لدينا نحن الزائق الأمدل. لن أتعالي أعجب أن نعيد أمدل أكثر لكي أسفلًا. للزاكار لنستطيع أن نحصل إلى هناك نهاية النشرة مشاهدين عودة إلى الزميلين محمد مشقق وردوان حسين لمواصلة البرنامج الخاص بوقفة عرفاء إلى اللقاء مساء الخير مساء الخير مشاهدين الأفاضل بعد الفوز الكبير الذي حققته مولودية وهران أمام اتحاد البوليدة يواصل الفريق التحضير لمواجهة نادي باردو أين عكفت طاقم الفني على ضمان تحضيرات كثيفة للدخول بقوة في الميدان والضفر بين نقاط الثلاث وكان الطاقم الفني للحمرة وقد برمج مباراة ودية بين فريق مولودية وهران وسري غيريزان قبل أن تلغى بسبب اعتذار الأخير سارة فرندي بعثت بالتالي نقاط الثلاثة لتحضيرات كثيرة نقاط الثلاثة لتحضيرات كثيرة ونحن نحاول بسيطة وستطيع التحضيرات كثيرة ونحاولا سنقاط الثلاثة ونحاولا سنقاط الثلاثة ونحاولا سنقاط الثلاثة ونحاولا سنقاط الثلاثة هذا العام ستكون العقوبات صارمة مدى بهم يوقفوا مع الفريق ونحن لا يطلبوا أخطاء غير ريادية لأن الفريق بحاجة مناصرين تواحييين طار المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم إلى العاصمة الزنبية لوزاكا عبر طائرة خاصة وذلك بعد إنهاء تحضيراته للمواجهة الحاسمة التي ستجمعه بالمنتخب الزنبي لحساب متصفية مونديال روسيا 2018 وكان أشمال الناخب الوطني لوكاس أل كاريث قد أجروا حصة تدريبية أمس الأربعاء بحضور 25 لاعبا لأول مرة منذ انطلاق التربص بعد التحق رشيد غزال الذي نال ترخيصا من الفاف بالوصول متأخرا إلى التربص بينما غاب عن التدريبات أدم الناس بسبب المرض هذا وصنع إعلان الفاف لمغادرة رياض محرز لتربص الخضر الحدث في كل المواقع المختصة وأيضا لدى الجماهير العربية والأوروبية التي اختلفت توقعاتها بين انتخال محتمل للبطولة الإسبانية من بوابة العملاق الكاتالوني برشلونا أو البقاء في إنجليترا والانضمام لتشلسي أو مونشستر يونايتد هذا ورخصت الفاف للاعب ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بالخروج من التربص لإتمام صفقة انتقاله من ليستر إلى ناديه الجديد على أن يلتحق مباشرة بالمنتخب الوطني بيزامبيا لخوض المواجهة الحاسمة للخضراء مع رياض محرز دائما عندما كشفت يومية آسا الإسبانية أن نادي برشلونا كثفت تحركاته لضم الدولي الجزائري رياض محرز بعد ضياع صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو بشكل شبه رسمي حسب ما أعلنت عنه اليومية الإسبانية والتي أشرت أيضا أن وجهة محرز قد تكون إنجليترا من بوابة تشلسي والذي تتحدث كل الصحف والمواقع الإنجليزية عن اتفاق تشلسي معه بشكل شبه رسمي اقترب دولي الجزائري السابق مهدي زفان من الالتحاق بنادي لانس الفرنسي بعد اتفاق المبدأ بين مدربه في نادي ران كريسون غوركيف وإدارة لانس على تسريح اللاعب السابق لأولمبيك ليون وإمضائه على عقد انضمام إلى الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية في فرنسا دائما المشاهدين هنا صرف نادي لي نظره عن ضم لاعب الخضر رامي بن سبعيني من نادي هيران وذلك بسبب تعطر المفاوضات بين الطرفين حسب ما كشفت عنه بعض التقارير الفرنسية التي أكدت أيضا أن بن سبعيني سيواصل اللاعب مع ثريق هيران لموسم آخر يبدو أن سياسة تسويت صورة المكتب الفيدرالي الجديد برئاسة رئيس الفاف خردنزتشي قد بدأت تأخذ أبعاد الميدانية على غرار ما هو حاصل في المركز الفني بسيدي موسى من خلال الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال ندوات صحفية للناخب الوطني الكريف وحتى التربص الخض يقول إسلام بقريعا المتتبع للندوات الصحفية الأخيرة التي تنشط بمركز تحذير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى وبالضبط بمدرج عمر كزيل يلاحظ دائما أن هناك خللا أو مشكلة في التيار الكهربائي من انقطاعات مستمرة حدثت في الندوة الصحفية لخيردنزتشي وتكررت لأكثر من ثلاث مرات خلال الندوة الصحفية للكاس الكاراز ولاعبي المنتخب الوطني لم يسبق لها وأن حدثت في السابق فما الذي يحدث في سيدي موسى بالضبط وعلى الرغم من أن مركز سيدي موسى مجهز بكل الإمكانيات التي تضمن التحذير الجيد إلا أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يبدو في الوهلة الأولى أنه صدفة غير أنه تكرر في كل مرة يجعلنا ندخل في دائرة الحسابات حول من يقوم بهذه الأمور وهل هي في إطار مواصلة الحرب على رئيس الفاف خيردين زدشي إذا كان هناك أشعار المساء التي سمعت المكتب السيجاري الحقيق الرئيس الجديد كان على زدشي إتخاذ الإجراءات البازمة ربما إجراءات انجباطية تعيير العمال لجاء حل للمشاكل المتكررة اليوم خامس أو شاد مرة نسمع بالفتاح اليوم حالة جديدة تقودنا إلى توجيه أصابع الاتهام للمكتب السابق الذي لتزل بعض مخلفاته عالقة بأصوار سيديموسا وتتحمل مسؤوليات ما يحدث من مشاكل فهل سيتفطن الزدش لذلك ويوصل عملية التطهير بعد الاستقبال الذي حظي به العداء البطل زكراوي محمد مهدي ومدربه يعقوب حسان من طرف وزير الشباب والرياض الهادي والدعلي بعد المشاركة المشارفة في البطولة العالمية حظي مجددا بمطار بشار باستقبال من طرف عباء ومسير إدارة شبيبة الصورة في مقدمتها رئيس الفئات الشبانية مراد بن لخضر وجمع كبير من الرياضيين هذا وشارك البطل مباشرة في المطولة الوطنية المفتوحة حيث حطم مرة ثانية رقم القياس الوطني في مسافة مائة متر استقبال كان في المساوية استقبال رائع جدا لم يكن توقع يكون استقبال كما هك الحمد لله كان استقبال زين نشكر على الناس اللي جاءت نشكر قناة النهار أيضا على هذه الاستضافة إن شاء الله العمجة كان بطولة عالمية إن شاء الله مع شوية دعم إن شاء الله والتحضيرات إن شاء الله لما لا إن شاء الله بمراتب الأولى إن شاء الله تقريبا منذ الاستقلال لم يقوم عداء بيتحصل على هذه المرتبة خاصة في مسافة السرعة عندها حطم رقم قياسي رقم قياسي الوطني في مسافة لمية متر وعندها رقم قياسي الوطني في مسافة الميتين متر شرف عادي من أن نستقبل من خيرة ما أنجبت ولاية بشار سي ذكراوي مهدي على المجهودات الجبارة اللي بدلها خلال هذا الموسم والنجاح في البطولة العالمية وتشرف للمنتقب الوطني لألعاب القوى في في العدو ومتين متر نتمنى إن شاء الله في المستقبل تكون نتائج مليحة وإن شاء الله حق نتائج جميلة شكرا لكل الذين سندو كل الذين عاونوا اللي كانوا وقفوا معه اللي خاصة المدرم تعيقوا بي ما حسيت بلي ولدي كان واحدة في كينيا الحمد لله كل ولد بشار سندو نشكرهم شكرا لجزيل اللي دعم على ولدي واللي شجعه دوليا حسم نادي الليفر بول صفقة ضمت دولية الإنجليزي تشامبرلين قادما من أرسولان مقابل 40 مليون جنيه سترليني كما قدرتها الصحافة الإنجليزية ويبقى فقط تجاوز اللاعب للفحصات الطبية قبل أعلان الريت للصفقة رسميا وصلنا إلى الختام شكرا لكم على طبيع المتابعة عودة إلى ماجدة شكرا لك